أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا جدا في علاج الألم والألم قضية مهمة أوي فيش بيت ما يفوش حد بيشتكي من الألم بل البيت كله ممكن يكون بيشتكي من الألم مفيش يعني حد ما مرش بتجربة وربما عاش معها إنه هو حاسس بألام في ظهره وألام الظهر الحقيقة بتيجي بأسباب كثيرة جدا من ضمنها إن حضرتك الشيلتيال إن حضرتك تتعامل مع الأساس البيت معك عندك بدون حكمة أو حضرتك كرسي عايزة تغيري مكانه يلا نشيل الكرسي محدش بيشيل كراسي ويطلع منها سليم خصوة لو كان فوتية كبير ممكن جدا تلاقي مشكلة حصلت في ظهرك أو في ظهرك كبيرة جدا الجيم أنا في رأيي إنه الطريق إلى أكبر المشكلات الجيم خطير جدا 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 لأنه لو ما كانش تحت تدريب وتحت أبزرفيشن والملاحظة من محترفين وإنت فاهم كويس جدا سنك واليقتك وجسمك وطبيعتك وتعاملك بحوصات الجيم ممكن يعملك مشاكل كبيرة جدا إنك إنت ساعتك بتتهور عايز تتمنظر شيلت شيلة تقيلة حبيت تجاري من هم أصغر منك وأقوى وأكثر تدريبا فبدأت تشيل نفس الأدقال اللي هما بيشيلوها فييجي لك مشاكل تبدأ تشكل من ألم والألم كما نعرفه علميا عامل زي الحجر اللي بيقع من الجبل بس جبل جلد تلك فبينزل يزيد مع الوقت وبيبقى زي ما بقوله أكثر خطورة كل ما ينزل أكثر ويزيد يزيد يجيب يكبر تبصت لألم بدأ شوية كده بعدين زاد 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 لغاية لما تخيلوا كده صخرة من جبل تلك نزلة من فوق على تحت هتوصل لغاية القاع وهي من الصخرة وهي جبل كبير النهاردة هنفهم بطقة شديدة هذا الأمر كيف هنتعامل مع قضية منتشرة في البيوت العربية جدا ونهاردة حظنا حلو جدا لأنه هنستمتع بالفهم والتفصيل من واحد من نجوم ونجوم فعلا هذا المجال لأن هذا المجال أصبحت نجوميته كبيرة جدا لأنه كل العالم دلوقتي بقى بيلجأ إلى منظومات الألم القيمة الألمية الكبيرة والاسم الأكاديم الرائع وطبعا سوبرستارز هذا المجال سوبرستارز هذا المجال وعد من سوبرستارز مجال علاج الألم في الوطن العربي واسم علامي كبير ضيفانها العزيز الأستاذ دكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري بكلية طب جامعة عين شمس والاسم القدير في علاج الألم شرف كبير لنا هزيزي أهلا وسهلا كل بيت في حد بشكل من الألم أكيد إيه جديد في الموضوع؟ هو الألم يعني تطور على مدى السنين اللي فاتت فكان بيتكلموا إن الألم ده ألم حدة أسهل حاجة أدي مسكنات بقى الموضوع التطور لا الألم ده تبقى ألم مزمنة في ألم واحد يشيك من ألم سرطنية وكان زمان يروح ياخد مخدرات درقتي لا مش موضوع مخدرات ممكن عالج السبب وعالج العصب اللي بين الألم ممكن ألم ضهر ألم رقبة ألم غدريف ألم مفاصل ركبة وكتف كل ده الجديد إن بقى العلم تفهم كل يوم بنفهم يعني ألم ميكانيزم إزاي بيحصل إيه في الألم وده مدام بنفهم هنعرف نحل فبقت فيه طرق فيه أجهزة حديثة جدا نحضر نقدر نعارج بيها الألم مدام عرفنا أسبابها الغضروف العنقي والغضروف القطني دول مشهورين في كل بيت دلوعدية في مصر عايزين نفهم إيه هو المقصود بكلمة طبعا لأ يعني لما قول عندي غضروف طبعا عندي غضروف يعني بس والتقصيد إيه يعني شوف كلمة أغضروف هو طبعا عمود الفقري بتكون من فقرات لعني إحنا كآنات فقرية بينها غضريف مادة طرية لازجة وظيفتها تدينا ليونة نقدر نتحركي من شمال نتني قدام وراء وتمتص الصدمات لما واحد يمشي يدب في الأرض مثلا ما يحصلوش مشكلة ما يعطمو ما يكسرش دي خيمة الغضريف الغضريف دي مع الوقت مع العجز السن بتنشف مع واحد يشيل غلط مقدمة لحدك قلتها حيلة وضحت أسباب كتيرة جدا للمشكلة إن واحد بيشيل غلط ست بيت بترفع الأنبوبة ترفع المرتبة تزوق الدولاب كل ده بطريقة غلط واللي بيروح الجم شباب يعني بيجي لي ناس خمستاشر سنة واربعتاشر سنة ويقويش ما يصدق نعمل الرانين قال أغضروف طب إذا أربعتاشر سنة ده يلحمه لسه ما تكونش غضريفه لسه ما تكوناتش بيروح جم ويستعرض عضلاته والمدرر بتاعه مش فاهم حاجة يبتدي يقول له عاش فالغضروف يخرج من مكانه الطبيعي يدوس على الحبل الشوكي وعصاب الحبل الشوكي يلاقي البقى العين عنده ألم هو ده فكرة يعني غضروف وناس تسميه غضروف عين إنيسا لمباجو عندي ديسك كلها الأسامي دي الناس بتداولها لكن في النهاية هو المرض واحد غضروف الطري بينشف يخرج من مكانه يدوس على العصاب يسبب الألم سواء في العنق أو في العنقي أو قتل وساعة صدري كمان برغم أن الصدري ده أقل منطقة بس موجودة برضه إيه أعراض الألم الغضروف هنبدأ بال هنبدأ بال العنق العنق غضروف العنقي بما أنه هو في منطقة العنق فجنبه الأعصاب بتاعة الحبل الشوكي العلوية اللي هي بتغزي الإيد فنلاقي الألم ينزل على الإيدين ينزل في المطقة العنقية العنش تيكي من العنق يعني اللي رأس ما نحن شايفينها دي فيها دي الغضروف خرج بمكانه دايس على الحبل الشوكي ودايس على أعصاب الحبل الشوكي دي صورة ترانية مثلا مبينة إن الله ده الألم ظهر لأن أنا عرفت إن فيه الغضروف طب الألم ده بيجي فين ينزل من فوق من عند درقابة العين ينزل لحد إيديه وممكن يقول صوابع بتنمل والإحساس بقى مختلف يمكن يقول برودة شكشكة حرقان ألم عادي في الصعيد بقى ألاقي اللغات يقولك صليل يعني اللغات بقى يقول لحبي يقص في الألم صليل بتاع السيف تحس بصوت السيف أه لا يقولي بحس بصليل أقوله يعني صليل ويقصد ألم شديد تعمني سيف داخل فيه تنميل برودة يعني برضه شوف دي أماكن الناس مؤاظم اللي عنده غدروف هون دي الأماكن الطبيعية اللي بيشتكي منها وصاحبها كمان المفاصل لأن الجنب الغدريف في المفاصل الرقبة اللي هي كل فقرة بتبتصب بالتانية خليك تحرك راسك يمين شمال بتلتهب عشان الغدريف دي بتدت تتاكل وتنشف وما بقتش العلاقات الميكانيكية بينها ما بقتش مزبوط فالعيان ممكن يصدع خلفي يقولي الصدع الخلفي تلاقيه في الآخر والدكتور هو غدروف هونقية طنين في الودان دوخ طنين طنين ويروح ينفي أذنه ما عندكش حاجة الدكتور ينفي أذن لأ انت ما عندكش حاجة روحك شفرقة بقى يعني من رانين نلاقيه غدريف دوخ عن ماشي يقولك أنا بقدوخ كتير الصدع طبعا الخلفي ده مهم يعني ده برضه ده المكان المشهور جدا يبتدي ينزل كمان على الكتاف ويبتدي ينزل على الكتف من فوق وممكن لو تطور ودس على الأعصاب أزياد ينزل حد صابعي ده العنق القطني بقى القطني بما انه برضه قريب من أعصاب الضهر والرجل من تحت هيبقى الصورة هي هي بس بقى الجزء اللي تحت عني يقول ضهري يعني ده الغدريفة هيطلعة وده ستبتدي يدوس على الأعصاب اللي خارجة وجزور الأعصاب اللي بتغزي الرجل وتعمل الضفيرة العصبية للساق يبددي العيان يشتكي من ألم في رجله يقولك أنا بحس انه في كهرباء سيخ بينزل على ظهري انه الغدروف باينه هو الغدروف السليم له نبيا الغدروف الاسود هو آخر واحد تحت مسود وخارج مكانه وبتده يدوس على الأعصاب العيان يقول فيه شكشكة فيه كهرباء فيه تنميل فيه كرامبات كتير يقولك أنا بيجيلك كرامبات ومش عارف انها غدروف في ظهر تعمل الكرامبات ده الشكل المعروف شكل مشهور جدا ماسك ظهره والعرق النسا الأحمر اللي نازل ده بألم هو ده يقولك وعشان كده نسمعه عرق النسا عرق من فوق اللي تحت والنسا لأنه أكتر في الستات دايما الألم من الظهر لأنهم أكتر وزناً بيزيد وزناً أكتر من الرجال عضلاتهم أضعف حركتهم بطريقة تانية ده أماكن الألم اللي العيان أول ما تجيه يبتدي يفكر وده مش حاجة سهلة أبتدي أتعالج لأنه ما يسيبش الموضوع يتطور والحمد لله لأجب يتطور بقى كل يوم يعني كنا زمان بنعمل حاجة ودلوقتي بنعمل حاجتين كان زمان في طرق تقليدية هنفوت برضه نقول الطرق مش زمان ما زالت موجودة طبعا ايه الطرق التقليدية كانت لعلاجة يعني بداية أي مريض بيجي له ألم في ظهره النزم راح نشخصه نشوف السبب إيه طيب قلنا إن هو غضروف بعد التشخيص بالأول بيبتدي بأدوية تقليدية جدا بوسط عضلات مسكنات حاجات تهدي الأعصاب إنها تنهل الألم ما زال الألم موجود يبتدي يروح الشيط علاجة طبيعة أغلب بقى الناس اللي بيجوا عيادات الألم مثلا يجوا لي مثلا يقول لي يقول لي أنا بايا أخد معي أربع خمس رشدات وروحت اللي عملت عشرين جلسة علاج طبيعة وما فيش استفادة يبتدي العلاج إن هو عاوز يشيل الغضروف اللي ضغط على العصب فبيروح لجراحة جراحة طبيعي وجراحة وصح ومش غلط إنه يخش هيفتح ظهره هيفصل للعضلات يوصل لأماكن الغضروف ممكن يشيل الغضروف وبيشيل الغضروف كله أو وزء منه ويوسع القناة العصبية بس المشكلة إنه عملية تقيلة عملية شقة عين يوعد بعديها في السرير شهر شهرين ثلاثة يقول لي ما اتحركش وساعات لما يشيل أجزر من الغضروف يثبت مش راحة مصامية دي تقليدية يقول لي ألبس حزام ظهر ده التقليدي وصح مش غلط وفي حالات اللي لازم تتعمل كده علاج القلم هنا بقى اللي هو التطور اللي حصل إن مش كل الحالات عمل لها جراحة يعني لا ده أنا ممكن دلوقتي أخش على الغضروف وأوصل لقلب الغضروف وأوصل للغلاف الداخلي وأعد الغلاف الخارجي للغضروف وأوصل للقلب اللي مسبق بالمشكلة بدون مفتح ظهر العين خالص أبخره يعني أبخره أعالج الأعصاب أوسع القناة العصبية كل ده بتعمل بقبر جهاز أشعة بيصوى ظهر العين العين بيبقى طول العملية صاحي العملية تتم بإبر يعني ده مثلاً هدي البروب داخل جوه قلب الغضروف العين صاحي بيتكلم أعد معايا بكلمه وده الجهاز بتاع التبخير والسلاح يخش جوه قلب خضروف يأكل قلب غضروف والعين ياخد بنج موضعي يعني شاف دي صورة السلاح وداخل من الجلد مثلاً وواصل لقلبه الغضروف العم بكلمه زي أسطرة يبتبقى أسطرة طويل إبرة إبرة طويل يعني هو أسطرة زي زي الإبرة آه يعني ما نسميها سلاح الغضروف سوء إبرة والعين صاحي يعني فعلاً من هو قد نتكلم شغل غنية بتاع آآ مفيش جرح جراحي مفيش غرز آآ بنج موضعي مش بنج كلي يقول ده ينفع للناس اللي عندهم أمراض بقى صعبة والناس والشباب واللي خايفين بينجب كلي وليه أعراض ربين كلي ومفيش فتحة في رقابته ولا فتحة في ظهره وبعد كده آآ العين آآ يخرج من المستشفى في نفس اليوم بعد العملية بساعة وآآ ويروح بيته وممكن يسافر يعني جي لواحد مثلاً من دول العربية يجي من السعوداجي من خليجي يعمل عملية يرجع تاني في نفس اليوم لأنه هو مفيش حاجات فتحت يقدر يمشي ويسوق العربية اليوم التالي ودي مثلاً هذا الرقبة والغضاري في داخلها هي ميزة العملية بسيطة سهلة آآ العين يقدر آآ يعني يتحرك بسهولة مفيش رقبة في السرية يقول لي أرجع شغل يمت ويقول له الله عاوز ترجع بكرة بعد وزي ما أنت عايز مش شرط يربس رقبة رقبة دي بتخنق يعني غير واحد بسيونه رقبة يقول له ما تحركش ما دي حاجة صعب مدام في طريقة أسهل بناتجهل وكلنا بديه يعني أنا أعمل ليه عملية وافتح رقبة ليه واعرض ما خاطر ليه وبعدين العمليات اللي بالطريقة دي آآ كمان ملهاش أضرار مدام ماشي صحة ملهاش أضرار اللي ما فيش تلايفات حولي الأعصاب بتحصل يعني فيه ناس تعمل جراحة وبعد يقول يعني الألم هو هو أو الألم زيد بيحصل التلايف حولي الأعصاب آآ هي طبعا يعني لأنه مافيش تعرض للهواء مافيش فتحة مافيش فتحة مافيش حاجة مافيش تلايف خالص هيحصل ماجيتش ناحية العضم خالص مايجيتش ناحية العضم خالص VM بن... بن نخش على الغضروف نعالجه ونشيل ضغط الغضروف على العصب خضروف بيبقى ضاغط على العصب لا بنقلل ضغط الغضروف على العصب وبعدين نعالج العصب وبعدين نبعد اللي تنعمل نوسع نقول توسيق القناة العصبية وحقن الأم الجافية نوسع العلاقة ما بين الغضروف والعصب دي طبعا تقدم نوسع العلاقة يعني نخلق مسافة ما بين الغضروف والعصب وده تقدم رهي انت خيال انت عملية من أصعب العمليات بدل ما تتعامل جراحيا بتتعامل بسهولة جدا بإبرة وحاجة بتخش عند قلب الغضروف والعيان يقول لك ده ده أنا يعني مش بسد ان العمليات تتعامل بإبرة يعني بشبيها يقول ايه مرارة زمان كان يفتح فتحة كبيرة دلوقتي بمنظر يخش يشيل مرارة اللي عند تاني يوم يخرج من المستشفى وكان قبلها يعود ليومين تاردة في المستشفى طبعا تقدم يعني والتقدم ده أساسي إلكترونيك وهندسة يعني ان الجهاز ده يخترع واجهزة وكيب منت وكانت زمانة مش موجودة في مصر لات موجودة متوفرة والتخصص كل يوم بيبقى فيه جديد تنورتنا وأبداعك العادة قيمة الألمية الكبيرة والإسم الكبير في عالم علاج الألم وألام العمود الفقري طبعا أستاذ الأساسي الأستاذ دكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري وكلية طبي جامعة إن شمس بتنور في كل مكان الدكتور طبعا أكيد الله يبارك خليكم دايما مع الدكتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة